فقد ذلتم الأردن من قبل لقد سنحت لنا الفرصة اليوم أن نناقش كل المسائل ذات المتعلقة بالمصالح المشتركة وتحدثنا أيضا عن عملية السلام في الشرق الأوسط ولدينا رؤية مشتركة تتمثل بأن هذه القضية هي قضية بالغة الأهمية تستحق انتباهنا واهتمامنا الكامل تحدثنا عن علاقاتنا الثنائية الممتازة والتواصل المستمر بين المملكة المتحدة ومع سيدة ميركل ومع ألمانيا وسيد باستر فالي إذن نقشنا الكثير من الأمور واتفقنا على العديد من المسائل أن العلاقات الألمانية الأردنية هي علاقات راسخة وهي علاقات تاريخية أيضا وهي مبنية على توافق وتفاهم حول العديد من المسائل اليوم أراد معلي أن يأتي إلى هنا من أجل أن نناقش الوضع في وضع اللاجئين السوريين وقد زار مخيم اللاجئين السوريين في الأردن أود أيضا أن أثني على المساعدة الألمانية في مجالات حيوية عدة والسيما نحية الصحية ونحية الإنسانية وأود أن أذكر أننا ركزنا اليوم على العبء الذي يضيفه دخول اللاجئين أو أعداد متزايدة من اللاجئين السوريين إلى الأردن ولكنني أكدت أيضا أننا نرحب بالسوريين الوافدين إلى الأردن بحثا عن ملاذا آمن وعن الأمن وسلام وأملنا أن يجد ذلك في الأردن وأملنا أيضا أن نقفل هذه المخيمات قريبا عندما يعود الوضع إلى طبيعته في الأردن ويتمكن الشعب السوري من الاستمتاع بحقوق الإنسان والحرية والكرامة والحقوق السياسية التي لطالما كانوا يتوقون إليها والتي نعم بها خلال القرون خلال التاريخ إنني أقدر زيارتكم كثيرا إلى الأردن وأقدر أيضا الدعم الألماني للأردن على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي ونقشنا أيضا الإصلاحات التي يقودها الملك الأردني وسوف نواصل مشاوراتنا المستمرة أيضا شكرا جزيلا شكرا جزيلا صاحب المعالي ناصر جوداء سيدات والسادة إنني سعيد للغاية للعودة إلى عمان إنها مدينة رائعة وأود أولا أن أعبر تقديري لحص ضغفتكم المتميز لوفدنا الألماني هنا في عمان لقد زرت هذا البلد مرارا منذ تعييني وزير خارجية منذ ثلاث سنوات وأود أن أختنم هذه الفرصة أولا لكي أعبر عن امتناني للشعب الأردني أود أن أثني على تضامنه ومساعدته لجيرانه السوريين لإخوانه وأخواته ولي العائلات الوفدين من سوريا لابد أن أقول بأن زيارة مخيم اللاجئين أثرت في قلبي كثيرا رأيت الكثير من الشبان والفتيات والفتيان والأولاد الذين يشعرون بالأسى والذين يشعرون بالحزن نتيجة ما مروا به ولذلك نشعر أنه من الضروري أن نتشارك هذا العب وأن تساعد الأسرة الدولية الأردن في إدارة هذا الوضع المعقد كثيرا لذلك أود أن أعلن بأن ألمانيا سوف تزيد من جهودها وذلك من خلال دعم السلطات الأردنية في مساعدة اللاجئين ومن أجل تحسين حياة العائلات هناك لقد قررنا بزيادة مساهمتنا مجددا وسوف نحرص على ضمان نجاح المشروع الألماني الذي يقوم على بناء بنية تحتية للمياه والغذاء وهناك منظمة إنسانية ألمانية THW تعمل بكد في هذه المخيمات من أجل إرساء بنية تحتية لإدارة المياه والمياه العادمة والنفايات وهذه تعتبر حاجات أساسية في هذا المخيم نحن مستعدون لتقديم كل الدعم الضروري ونحن نعتبر أن الأردن وهي دولة تعاني من مشاكل أيضا أظهرت عن حس تضامن كبير مع السوريين وهذا يستحق ثناء الأسرة الدولية من الضروري أن يتم عزل نظام الأسد ولذلك سوف نعمل في الأسابيع المقبلة وستكون ألمانيا مترأسة لمجلس الأمن في نيويورك في الأسابيع المقبلة سوف نزيد من هذه العزلة وسوف نزيد من الضغوط على نظام الأسد نعتقد أن الوقت قطحان لكي يرحل ونعتبر أن هذه العمليات الوحشية غير مقبولة ونعتقد أنه من الضروري أن نبقى موحدين في الأسرة الدولية في وجه ذلك عندما أقول نبقى موحدين كأسرة دولية أدعو بذلك الدول الأخرى في مجلس الأمن التي ما زالت مترددة والتي لم تغير رأيها بعد أطلبوا منها أن تسحب حمايتها لنظام الأسد هذا بالغ الأهمية من كل وجهات النظر إذن بالطبع من الضروري أن تقوم المعارضة بمجموعاتها المختلفة أن تتوحد وأن تعمل على أرضية مشتركة من الديمقراطية لسوريا جديدة تقوم على سيادة الدولة وعلى التعددية والحرية لقد بدأنا نرى الإشارات الأولى التي تشير إلى تدهور نظام الأسد وإذا ما أردنا أن ندعم هذه العملية لابد من أن يكون هناك بديل واضح وهذا يعني أرضية ديمقراطية مع سيادة القانون ومع التسامح الديني هذه وجهة نظرنا بالطبع أود أن أقول أننا نشعر بتأثر كبير ونرحب بجهود الإصلاح في الأردن من المهم أنكم بدأتم هذا المسار وقد سنحت لي الفرصة بمناقشة ذلك مرارا وتكرارا مع صاحب الجلالة الملك عبد الله وأعتقد أن ذلك بلغ الأهمية بالطبع شكرا على هذه المعلومات التي قدمتها لي حول الوضع في الأردن وأود أن أختم بالتزام واضح بأنكم تستطيعون الاعتماد على أصدقائكم الألمان في المسائل الثنائية لأنني أعرف أننا رأينا أن دولتين ليستا صديقتين فقط بل شركتين شكرا جو خاولي من سكا نيوز عربية سؤالي موجه لوزيرة الخارجية كما سبق وذكرت لقد فشلت الأسرة الدولية في مجلس الأمن هل تعتقد أن أوروبا قد بذلت قصر جهدها وفعلت ما يكفي أو أنه يجب أن تبذل جهودا إضافية لحال ما يحصل في سوريا أعتقد أننا سنفعل الكثير فيما يتعلق بزيادة المساعدة الإنسانية لقد سمعنا هذه الرسالة اليوم خلال اجتماع الأردن الاجتماع الذي حضرته الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي نحن ننوي أن نزيد دعمنا الإنسان للسوريين كإتحاد أوروبي بالإضافة إلى ما نقوم به كدولا والمساعدات على حدة التي تقدمها الدول إذا ما نظرنا إلى الأرقام من الملحوظ ما تقوم به يقوم به الاتحاد الأوروبي على صعيد الدعم الإنساني لا أرى أي اتحاد سياسي أو أي دولة أخرى قامت بما قامت به أوروبا من أجل دعم اللاجئين ومن أجل دعم الشعب السوري في إطار هذا الوضع الإنساني الصعب الذي يعيش فيه ثانيا لا أرى بأن الاتحاد الأوروبي قد فشل في ذلك أرى أن مجلس الأمن قد فشل في التوصل إلى قرار وهناك مسؤولية واضحة أن سياسة عرقلت كل دعم داخل مجلس الأمن هي من كل وجهة النظر سياسة خاطئة لقد انتقدنا ذلك في موسكو وفي بيجين أيضا ولقد أعلن ذلك في المجالس العلانية وهذا غير أعتياد لأننا نعتبر أنه من الضروري أن نساعد الشعب السوري ونساعد في بدء أو في قيام سوريا جديدة من الجزيرة إنجليش هل تشجعون تدخلا عسكريا في سوريا؟ رأينا ما حصل في تلشهاب هل تعتقدون أن عدد اللاجئين يمكن أن يتراجع بعد ذلك؟ نحن نعمل معا من أجل التوصل إلى حل سياسي وهذا ضروري بالتالي نعتقد أن خطة النقاط الست لابد من أن تطبق ويجب أن نقدم دعما إضافيا لهذه الخطة في الأسرة الدولية وبالتالي تحدثت مثلا عن عزل النظام من خلال العقوبات ولقد رأيتم أن الاتحاد الأوروبي كان واضحا كثيرا في هذا السياق لا أود أن أتحدث عن أي تدخل عسكري لأننا نعتقد أنه من الممكن التوصل إلى حال سياسي لقد بدأنا نرى بوادر تدهور نظام الأسد وبالتالي نحن نرى أنه من الضروري أن نقوم بعملنا على الصعيد الدولي وأن نعمل بطريقة حذرة جدا ولكنني قلق من أننا يجب من جهة أن نساعد أشعب السوري ومن جهة أخرى أن تفادى توسع رقعة النزاع إلى بلدان أخرى في المنطقة فيما يتعلق بعدد اللاجئين الوافدين إلى الأردن والنشاطات العسكرية في المنطقة الجنوبية دعوني أقول خلال هذه الأشهر الأخيرة السبعة عشر أو السمانية عشر معظم الناس الذين يعبرون الحدود يقومون بذلك خلال الليل وعندما يكون هناك قمر كامل لا يقومون بذلك وبذلك تتراجع الأعداد إذن هناك عوامل كثيرة تؤثر على هذا الموضوع وعندما يكون هناك قصف عنيف ومعارك ضارية في المناطق الجنوبية يتضفق عدد أكبر من اللاجئين لذلك نرى أنه من الضروري أن نعزز البنية التحتية الخاصة باللاجئين لقد التقيت بعائلات سورية لاجئة في الأردن وهذه العائلات مشت على الأقدام من الجزء الشمالي لسوريا أتينا إلى الأردن لذلك لا يمكننا أن ننظر إلى تطور عدد اللاجئين في الأردن من وجهة نظر أو من منظور واحد هناك عوامل كثيرة تؤثر على هذا الموضوع وأعتقد أن السبب الأبرز لقدمهم إلى هنا هو السعي إلى الأمن والاستقرار نعم بالطبع هناك بعض الأسباب المترابطة والتي تؤثر على عدد اللاجئين ولكن السبب الأساسي هو البحث عن الملجأ والأمن